نرحب بكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحقيقة ما اعتقدش ان دول اعاقة كانوا يحلموا ان يبقى فيه اهتمام من الدولة المصرية بهذا الشكل عام يخصص ليهم اهتمام كبير جدا في اللوجستكس وفي المنشآت المصرية كلها بذويء الاعاقة سنويا الرئيس بيلتقي بهم وايضا الدولة المصرية ده الجديد بقى رسمت استراتيجية جديدة في مجال التعليم للطلاب ذوي الاعاقة في الجماعات المصرية يعني على سبيل المثال تم اتاحة الفرصة لهلاء الطلاب علشان يستكملوا درستهم في التعليم العالي الدولة وفرت لهم وسهلت لهم اجراءات كتير جدا لدمجهم في عدد كبير من الكليات والتخصصات المختلفة وبقول لكم ان الكلام ده يمكن ما بيحصلش في دول كتير جدا 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 من الجن دول اوروبية كمان هنا احنا كمان عندنا تجربة مهمة جدا لوحدة من هذه الكليات وهي كلية علوم دوي الاعاقة والتأهيل اللي بيشرف عليها الدكتور إيهاب البلاوي نائب رئيس جامعة الزأزيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونم نوارنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حديث يا دكتور نوارنا يعني كلية علوم دوي الاعاقة والتأهيل لو حضرتك تكلمنا اكتر عن هذه الكلية وازاي تقدرنا تخدم طبعا هذا القطاع قطاع دوي الهمم كلية علوم دوي الاعاقة والتأهيل دي احد الكليات المتخصصة في مصر لتأهيل كوادر قادرة على العمل مع دوي الاعاقة باحترافية سواء كان على مستوى المدارس من خلال معلمين أو من خلال أخصائيين موجودين في كل الجهات المتخصصة سواء كنا بنتكلم على جهات صحية أو جهات تتبع وزارة التضامن أو الشباب والرياضة وغيرها من الجهات الأخرى بما فيها التربية والتعليم كلية علوم دوي الاعاقة والتأهيل فيها برنامجين برنامج أخصائي وده بيخرج متخصصين في الترباط اللغة والتخاطب بيخرج أخصائيين في الترباط التوحد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية صعوبات التعلم الإعاقة الجسمية والجانب الآخر اللي هو برنامج المعلمين وده بيخرج معلمين في تخصصات أكاديمية زي معلم لللغة العربية أو معلم للإنجليزي والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وغيرها ويتخصص بعد كده بعدها بعام واحد في نوع واحد من الإعاقة سواء كان إعاقة سمعية أو بصرية فأصبح عندنا معلم للإعاقة مثلا البصرية لغة العربية معلم للإعاقة البصرية لغة إنجليزية فتخصص دقيق يتعامل مع الطالب أو التلميذي اللي موجود في المدرسة على قدر كبير من الاحترافين إحنا ما كانش عندنا ده يعني إحنا كان عندنا شكل طبي لك ما كانش عندنا شكل تربوي ما كانش عندنا ده خلص قبل كدر كان عندنا شكل ده فنش بالتخصصية دي ومش بالتفرع ده كان عندنا فين في كليات إيه؟ في كليات التربية في أقسام التربية الخاصة بس ما كانش بالشكل الاحترافي ده مش بالشكل المتخصص ده أولا دي أول كلية يبقى فيها برنامج للأخصائيين في منطقة العربية كلها ما فيش حاجة كده يمكن ما فيش موجود في دول كتيرة من العالم دوت البرنامج التاني اللي هو بتاع المعلمين كان بيخرج معلم لدول إعاقة السمعية مثلا أو البصرية لكن مش في مقرر معين يعني مش لغة عربية أو إنجليزي أو فأصبحت الكلية دي يعني بتركز على التخصص الدقيق جدا في نوع محدد من الإعاقة وده طبعا يعني يعني انعكس تماما يعني احنا الدفعة الثالثة من الطلبة اتخرجت السنة دي اللي هي 22-23 فرقين جدا ما شاء الله الولاد يعني مطلوبين جدا في سوق العمل الحمد لله رب العالمين بخلال الاتصالات بوزارة التعليم العالي بنحاول نحن كمان نفتح لهم طريق فرص عمل من خلال الكوتة السنوية اللي محددها فقامة رئيس الجمهورية من خلال وزارة التربية والتعليم للعمل كمعلمين في مدارس تعليم العام والتربية الخاصة الولاد بتوعنا مش بس يصلحوا كمعلمين في مدارس التربية الخاصة لا هم كمان للتعليم العام الدولة وفقامة الرئيس يعني بدأ مشروع الدمك من عدة سنوات المشروع دوت انه الطلبة زاوي الإعاقة يتعلموا في كل مدارس التعليم العام ده أحدث طفرة هائلة في تعليم الولاد دول اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي انه ده مش موجود في كتير من الدول ليه؟ لأنه دوت انعكس على التعليم العالي بمعنى ان الولاد كانوا محرومين انهم ينضموا للجامعات المصرية احنا دلوقتي بنلاقي طلبة من الصم وضعاء في السم موجودين في كليات ولأول مرة في مصر بالأعداد دي احنا عندنا طلبة من الصم موجودين في كليات التربية النوعية احنا عندنا مثلا في جامعة الزيزي أكتر من 140 أصم الولاد دول موجودين داخل الكلية في أقسام زي الحاسب الآلي او التربية الفنية الولاد دول لأول مرة في مصر من سنتين في جامعة الزيزي يتعيم معيدة منهم وده يعني كان حدث بالنسبة للجامعات المصرية واحنا بنفخر ان احنا الجامعة اللي قدرت تعمل ده تعارفين ان المكفوفين حضراتكو من زمان من الأزهر ممكن يبقوا دكاترة وممكن يبقوا معيدين وغيره كاسطاف لكن ان يبقى ده في التخصصات في الاعاقات التانية ده الجديد احنا كمان فكرة انه كل الولاد من ذوي الاعاقات المختلفة ايا كانوا اعاقتهم موجودين في الجامعات المصرية ده احدث طفرة ونقلة نوعية لده نوعية الخدمات اللي بتقدم ليهم مختلفة تماما عشان يقدروا يندمجوا كمان في التعليم الجامعي طيب فاندب حضراتك تكلم عن الخدمات اللي بتقدم ليهم والمناهج اللي بتقدم كمان لا الطالبة في هذه الكلية تحديدا لازم تكون مختلفة لانه في اعاقات مختلفة وفي طرق تعامل مختلفة سؤال حضرتك بالنسبة لفريق التدريس او الكادر التدريس اللي موجود في هذه الكلية وازاي بيقدروا يعني المناهج ازاي بتقدروا توصلوها المناهج اخترتوها على اي اساس طبعا اولا احنا بنتعامل مش بس مع الولاد زاوي الاعاقلة احنا كمان عندنا اولاد عاديين اللي هيبقوا معلمين في المدارس او اخصائي المناهج طبعا دي وفقا للمناهج العالمية يعني احنا شفنا ايه احدث مناهج موجودة في العالم وابتدينا مما انتهوا اليه الجديد كمان ان احنا موقفناش عندنا بعد ما خرجنا اول دفع رغم ان المناهج كانت جديدة الا ان احنا لقينا ان في بعض المناهج احنا نحتاج ان احنا نضفها للولاد دول او ان احنا نعدلها وبالفعل عدلنا الليحة السنة دي فيه لايحة جديدة الطلبة في الفرقة الاولى بيدرسوا على الليحة الجديدة دي طيب بنعمل ايه للولاد ذا والاعاقة اللي موجودين في الجامعة بشكل عام او في جامعات المصرية طبعا دوت باختلاف الاعاقة احنا فيه مشاريع موجودة في وزارة التعليم العالي اللي حاجة اسمها الاتاحة والوصول الشامل ازاي الطالب اللي عنده اي نوع من اي اعاقة معينة يوصل لي المدرج بتاعه ده محتاج تعليلات في البنية التحتية رجيستيكس اللي كلنا على بالزبط ازاي يوصل من البوابة لكليته ازاي يطلع للدول التاني ده كله بنقدر او ادرنا في الجامعة او في الجامعات المصرية بشكل عام بتحاول انها توفره عفوا كمان الدورات المياه لازم تبقى مصممة بشكل معين العلامات الارشادية مصممة بشكل معين طيب الولد اللي هو عنده اعاقة سمائية القصم لما هيقعد جنب زميله السامة هيسمع ازاي المحاضرة او هيفامها ازاي احنا عندنا مترجمين للاشارة موجودين مع اساتزة المقرر بيترجموا دوت للولاد طيب ايه كمان احنا بنحاول نستخدم بقى التكنولوجيا في القص على اعتبار ان دوت هيسهل وصول المادة العلمية للولاد مثلا على سبيل المثال الولاد المكفو فيه احنا كل المحاضرات مسجلة معاهم فيه قبل كيشان عملنا من خلال يعني شركة وبدعم من صندوق اعطاء الخيري تابع لوزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي عملنا قبل كيشان للولاد المكفوفين متحمل عليك كل الكتب الدراسية ليهم يسمعوه في اي وقت مش شرط ان يبقى معاك كتاب اللي مكتوب بطريق برايل لا احنا سهلنا لهم الدنيا المحاضرات كمان متسجلة لهم بشكل رائع متحمل عليه كمان كتب خارجية بتدعم المقرر دوت طب في الامتحان الامتحان لأول مرة المكفوفين بيختبروا على الكمبيوتر ما عادش بقى المرافق اللي قعد جنبيه اللي ممكن يقرأ له خطأ فيخطأ في الإجابة طبعا ده بيحدث طفرة نوعية بالنسبة للولاد دول ده مش بس كده لا ده احنا كمان احنا معنيين بكل أنواع الاعقاد سواء كان مثلا احنا عندنا طلبة في الجامعة دلوقتي وده ما كانش موجود الأول من ذوي التراب التوحد عندنا أولاد اعقاد متعددة احنا عندنا أولاد من ذوي الاعقاد المتعددة ده السؤال اللي كنتعي سألوا يعني لو عملنا تحليل بيانات ايه أكثر الأقسام يعني المطلوبة في سوء العمل هل هي الترابات السلوكية زي التوحد وخلافه ولا هي المشاكل السمعية ولا البصرية يعني حدد لي برضو ايه الأكثر اقبالا في الدراسة و ايه الأكثر اقبالا في سوء العمل والله هو فيه أقسام بحكم انها بتعمل مع فئات أكثر من فئة مثلا زي الترابات اللغة والتخاطر ده هتلاقيه عند الأولاد العاديين والأولاد الذوي الاعاقة تقريبا كلهم مطلوب مطلوب لأنه هو طبعا تخصص هيعمل مع كل الفئات فده طبعا بييجي في المرتبة الأولانية ييجي بعديد تراب التوحد ييجي الولاد ذوي صعوبات التعلم اللي هي أعداد كبيرة جدا في المجتمع لكن طبعا لقيت منها اعاقة غير ظاهرة فمش واضحة يعني المعالمين ممكن يقولوا انه هو شوية الولد محتاج مساعدة أو لها الأمور يقولوا لا ده الولد عايز يعني يدروس مش عارف ايه ده كله من خلال اعاقة معينة مش ظاهرة للوالدين أو للمعالمين اللي يسمعها صعوبات التعلم ده يمكن احنا بنتكلم في دول العالم ما بتقلش عن 10% من جملة الولاد اللي موجودين في المدرسة ما كانش يزيد في بعض دول العالم الأخرى صحيح طيب بالنسبة فاندم كمان على الأنشطة بقى الطلبية اللي بتقوم موجودة في الجامعة ازاي فكرة التعامل ودمج الطلبة ان كان طلبة من ذوي الهمم او الطلبة المعافين يعني ازاي بيتم هذا الدمج والأنشطة الطلبية بتبقى ايه أنواعها هو كان التحدي الأهم بالنسبة لنا انه ازاي الولاد غير ذوي الاعاقة يستوعبوا أقرانهم من ذوي الاعاقة ازاي هي فكرة الاتجاهات الإيجابية ازاي ننمي دروة نحوهم احنا عندنا مقرر بيدرس في كل الجامعات المصرية احنا في جامعة الزيازي اسمه قضايا مجتمعية المقرر ده احنا استغلينا ان احنا حطينا فيه فصل من فصول المقرر للتوعية بالاعاقة وطرق التعامل مع ذوي الاعاقة دوت عشان نقدر نكون من خلالها اتجاهات إيجابية نحو ذوي الاعاقة اللي موجودين معاهم في الجامعة ابتدينا نعمل جروبات للولاد تطوعية ازاي يساعدوا أقرانهم ذوي الاعاقة سواء داخل المحاضرات او في الانشطة المختلفة احنا بنحاولش ان احنا نفرق ما بين الولاد الولاد موجودين في كل الانشطة الولاد بيمارسوا الرياضة بيمارسوا الانشطة الفنية الانشطة الموسيقية كل الانشطة المتاحة داخل الجامعة الولاد بيشتركوا مع أقرانهم الدمج ده يعني قرار عبقري وده اللي عايزة برضا اسأله حضرتك يعني والسؤال اللي حبا اسأله دياما رد الفعل ايه؟ يعني هم بالتأكيد ممتنين ان في بقى اهتمام من الدولة المصرية يعني زمان كان جمعية الامل او النور للمكفوفين جمعية للسم والبقر موضوع كان بيبقى على استحياء من غير مشاركة حكومية فاعلة الهند الرئيس بتقابل بهم سنويا وعمل لهم سنة وعمل لهم لوجستكس في المطارات وفي الجامعات وفي محطات القطار وعمل لهم كمان كل يد ردوط أفحالهم عاملة ازاي يعني بتكلمهم اه طبعا طبعا لانه تتخصصي يعني ده أنا عايش معهم يعني بصفة مستديمة انا الاول بأكد على حضرتك يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله انه فعلا احنا اللي شهدوا ذوي الاعاقة خلال السنوات الاخيرة لم يشهدوا هذا الميدان من عشرات السنين ولا لما بقول كده بقول كده كمتخصص يمكن لم يشهدوا قبل ذلك كمان يعني الحمد للرب العامين احنا في الخمس سنين الاخرانيين او في السبع سنوات الاخرانيين احنا بنشهد طفرة هائلة للخدمات المقدمة للولاد دول الخدمات دي بيحس بيها الولاد نفسهم لانه طبعا كانوا محرومين من دول على سبيل المثال مثلا لما نقول مثلا ان هما بيمتحنوا على الكمبيوتر مثلا فانا بتكلم مع الولاد ومع العيس الجامعة فبيسأل الولاد انتوا ايه لا يقوا في الممتحن دوت هو رد واحد منهم رد ما كانش متوقع ابدا يقول ايه انا الاول مرة بشعر ان انا طالب زي زي زملائي يعني كلمة صعبة ان انت شاعر انه فيه تكافؤ فرص لاول مرة بيقول انا زميلي مش مصدقين نفسهم انه هما الاول مرة مش معتمدين على حد فكرة الاستقلالية نفسها فكرة انه هو اصبح جزء من الكيان وانه هو ما بيشعرش انه هو مختلف ده اهم حاجة في موضوع الدم انه فكرة تكافؤ الفرص والمساواة واللي بيننادي بيها لا ده احنا لقيناها على ارض الواقع احنا بقينا بنشوفها في عينينا دلوقتي فده شيء رائع ردود الافعال قبل ما تشوفها او قبل حضرتك ما تسمحها انت بتشوفها في عينيهم قد ايه هما سعداء بان هما وصلوا ده طب ده على الارض عملنا ايه احنا يمكن في جمع زي زي كان عندنا فكرة يعني مبادرة عملناها ان احنا عافينا جميع الطلبة ذوي الاعاقة من المصروفات الدراسية مجانا ده مش على مستوى البكاريوس والليسانس بس لا ده كمان على مستوى الدراسات العلي الكتب مجانا الخدمات اللي بتقدم ليه الولاد في الجامعة مجانية تماما طيب هي الفكرة مش فكرة انه قادر على انه يدفع او ما يدفعش لا هي الفكرة انه بنقوله في الجامعة احنا في ظهرك واحنا عايزينك تكمل معانا حتى على مستوى الدراسات العليا ده تزود عدد الدراسات العليا يعني انا بدأنا الموضوع دوت يمكن من الاربع سنين قبل الاربع سنين دول احنا كان عدد الطلبة في الكلية عندنا من الاعاقة البصرية والاعاقات التانية تقريبا ما بيتجاوزت عشرين طالب ايه؟ انا عندي النهاردة تسعين طالب من ذوي الاعاقة في الدراسات العليا بيكملوا من اول الدبلوم لغاية الدكتوراه فده طبعا شيء رائع جدا وخطوة هائلة يعني ورائعة جدا بالنسبة للولاد دول طبعا منشكر حضرات جزيل شكر دكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس جمعة الزقزيق لشؤون الدراسات العليا والبحوطة وارتنا شكرا جزيلا لحضرتك